تواصل الجهات المعنية في القصيم تنفيذ الإجراءات الاحترازية وكذلك تدابير الوقائية للحد من تفشي كورونا يلتحق بنا لمزيد من التفاصيل حول ذلك مراسلنا من القصيم علي العطنان أهلا بك علي أنقل لنا الأجواء من عندك وما ترصده أنت من الأوضاع الميدانية نعم أهلا بك إبراهيم وبالمتابعة الكريم طبعا نتواجد في هذه التغطية بأحد المواقع المخصصة للحجر الصحي لخصصاتها طبعا وزارة الصحة ممثلة بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم وكذلك مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة هذا المكان الذي كان يحتضن عدد من الحالات المشتبهة بها اليوم ولله الحمد بات خالي من كل الحالات الموجودة بعد تأكد من سلامتها وأيضا مغادرتها هذا المكان وذهابهم إلى أسرهم وبين ذويهم لمزيد من التفاصيل حول أيضا إجراءات وزارة الصحة في منطقة القصيم ميلة حقبي المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم الأستاذ ترك المحارب تركي أهلا بك حياك الله لو حدثنا اليوم عن خلو هذا المكان ولله الحمد من كل الحالات اللي كانت موجودة إيش كانت الإجراءات وكم كان عدد المتواجدين حياك الله أستاذ علي نحن اليوم في أحد المواقع الحجر الصحي التي تكفرت بها الدولة عز الله بمتابعة من وزارة الصحة لإيواء القادمين من الدول التي شهدت إصابات متعددة بفيروس كورونا وهو إجراء وقائي احترازي ولله الحمد بالأمس غادرت الدفعة من هذا المحجر الصحي وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة ولله الحمد وطبعا قدمت لهم الكثير من الخدمات والبرامج الصحية والوقائية التي كان لها دورا كبيرا في تأزيز صحتهم وسلامتهم بإذن الله كم كان العدد وإيضا بإيش الإجراءات التي اتخذت قبل مغادرتهم للمكان بلا شك هناك العديد من الإجراءات المتبعة بحسب سياسة وزارة الصحة والتي شملت على توفير برامج رعاية صحية على مدار 24 ساعة تمثلت في إيجاد فرق طبية من أدة تخصصات وإيجاد عيادة طبية داخل المحجر الصحي تقدم الخدمات الطبية لجميع النزلاء على مدار 24 ساعة كذلك إيجاد أخصائيين اجتماعيين ومثلهم نفسيين يقدمون العديد من الخدمات للنزلاء على أكمل وجه شكرا لك إذن إبراهيم وأيضا المتابع الكريم كما تابعنا ولله الحمد خلو هذا المحجر الصحي هنا في منطقة القصيم من كل الحالات التي كانت تتواجد فيه بعد تأكد من صحتهم وسلامتهم ومغادرتهم إلى ذويهم أيضا استمرار الإجراءات الوقائية والتدابير في منطقة القصيم للحد من تفشي فيروس كورونا أيضا متابعة مستمرة من سمو أمير منطقة القصيم من خلال المتابعة مع كافة الجهات المعنية أيضا مختلف في المحافظات عقد اجتماعات طارئة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية وذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا اشتركوا في القناة